بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم طالبات مدارس عنيسة الاحلية المصاري المصري سكند برب عاملين ايه يا بنات يا ربي تكونوا بخير معكم بس اسماء حسان سانس تيتجر اخذنا الحمدلله اخذنا مين اتومك سايد واخذنا الالكترو نيجاتفتي تمام طيب انه هده ان شاء الله هندرس الثير اللي هي ميداليك ان النوم بتاليك برو برتي تمام دي نومبر ثري طيب ندرس مع بعض كده ونقول اول حاجة اول حاجة متال اول حاجة هنتعرف عليها هي المتال هي المتال هي ايه دفنشل اف متل دي ار المانت ويش هاف لنزان فور الكترون ان ذير اوتر موس انرجي لفل يعني الاخر اخر انرجي لفل كي بيحوي على وان او تو او ثري يعني لنزان فور اوكي طيب دولين كيميكال راكشن هنقول زي الاتوم تند تولوس يعني مسلا عمدنا زي الصوديم او صوديم اللي عمني انشوش ها تو هاي بناية تو ايت وان الون دوت طبعا انه هو اي اتم هيبقى عاوز انه هو يكمل الاوتر موس انرجي اليفل بايت طيب تفتكروا انه هو لوس اه وان او جين سفن لأ طبعا انه هو بيبقى اسحلو انه هو لوس وان يبقى تند تووس لوس وان اه اه أه كدوا انه هو يفقد الالكترون او التنين الايلكترون او التاته الايلكترون الموجودين. تمام? يبقى ويتحول بعد كده لما هو فقد اليكترون فبالتالي ان البوزيتف البروتون هتبقى الايكوال النجاتف اليكترون. مين من الاكتر يبنات? البوزيتف يا بانات حتي بقع تكاري a positive charge يبقى نجوف هنا مع بعض نقول a the atom of metallic element tend to lose تمام يبقى tend to lose their outermost electron تمام and change into positive excellent حتي تحول لpositive to reach the electron configuration to the nearest inert gas preceding them in the product table يعني لما بتفقد الكترون بتبقى شبه النارتجاز اللي قبلها ودي مهمة جدا طيب طب نحفة نجي نشوفة Atom of metallic element which lost one electron or more during chemical reaction تمام؟ مديكي هنا example الصوديم والمغنيزيم والألمنيم كل واحد منهم copper. مهما هاما الي م الباصطين هو الماغنيزيا موز ايه الامينيون alyome. وهما الثلاثة، هاي بقوني الاستميم في الس fingertips. اقياب اينو هيبقى صاحبين من الس الخاصة west ul. الغاز اللى η امينة semil الماضي الال 무서وت مو قد يكونوا Telnal. مهم جدا. الإلكترين كنفجوريشن للآيون اللي هو صوديام آيون والمغنيزيوم آيون والألمينيوم آيون are similar in electron configuration to the mean neon طيب نيجي نشوف الننمتال يعني number two الننمتال إحنا عنا المتال كنتين لس دين فور طيب أما لديه المتال أما الننمتال they are element which have more than four in their outermost energy level يعني بيكون عنده أكتر من four طيب يعني مثلا عنده five six seven طيب احنا مثلا لو اخدنا الفوس فرص عنده 15 طيب تعاوني نعملهم كده electronic configuration بتاعتهم KLM ها دي هتاخد كام carry two ها five eight هنا five طيب هنا energy level اللي هو the last energy level أو the outermost energy level عنده كام five طيب تفتكروا tend to loss five or gain three لا طبعا الاسهل له انه gain three عشان يبقى عنده كام في الآخر eight تمام يبقى لما يبقى gain three تفتكروا ان positive proton هيبقى equal negative electron لا طبعا مين اللي هيبقى اكتر negative electron فبالتاني الفوس فرص هيبقى negative three negative three ليبقى نعطل ان البروتون not equal electron اوكي طيب نيجي نشوف هنا مع بعض يما نيجي نشوف هنا ودي مهمة جدا كمان بتي كتير في الكمبلزن او في الكمبلزن يبقى النون مثل بتبقى لما بتبقى يتكتسب هتبقى قريبة من electron configuration للإنرتجاز اللي بعديها اللي following it تمام طيب لكن التاني كان اللي قابليها ال preceding طيب negative ion اه اتدقى الاتوم of non مثلك element which gain one electron or more during chemical reaction تمام الانزام بيلي عندنا الفوس فرص والسلفر والكلورين اوكي all of them لا gain مثلا هنا three هنا gain two هنا gain one مهمة نفقى لما هم electron configuration بتاعتهم بقى شابه مين بقى شابه الارجون اللي هو اللي بعديهم في الbreeder table اوكي طيب طيب لما نيجي نقول لك هنا electron configuration الفوس فرص والسلفر والكلورين are similar to electron configuration of the argon طبعا argon atom طيب give reason sodium فلورين have the same number of electron طبعا لأن الصديم هيبقى lost 1 هيبقى هيصبح 10 والفلورين هيبقى gain 1 هيصبح برضو 10 يبقى نقول because during chemical reaction sodium lost 1 and fluorine gain 1 so the number of electron become 10 in bos ion طيب اللي بعديها during chemical reaction chlorine اللي هو cl 17 10 to form negative ion طبعا طبعا اكيد because chlorine is non metal element so tend to gain tend to بيعمل انه هو gain 1 electron and change into negative ion طيب المجينا نعمل comparison between positive وال negative طبعا positive مثالك التانية هم مثالك هنا lost هنا gain صح ولا لا طيب هنا lost هنا again طيب number of electron طبعا بيبقى less than number of the proton طبعا هنا هو loss انما دانية more than تمام طيب تكاري positive charge هنا تكاري negative charge اوكي طيب the number of energy level is less than فاكرين نموه صوديم مسلا صوديم كان عنده كام energy level كان عنده 3 لما loss ما عنده كام 2 يبقى energy level less than of atom يبقى ion عنده energy level less than of atom تمام لكن في حالة negative number of energy level is equal is equal مش يحصل التغير هو again one لكن هو هو هنا كان فيه 3 energy level وهنا فيه 3 اوكي electron configuration is similar to that nearest inert gas preceding its atom in periodic tape تمام انما هنا following تمام طيب نجي نشوف الميتلويد اللي هو semi-metall semi-metallic element اللي هي ايه semi-metallic element انت يدعبارة عن element يبانات بت react مرة as metal و react في حاجات تانية as non-metal هنوز the element which have proberts of both metal and non-metal يعني مرة تتفاعل في reaction معين as metal and loss and ممكن تتفاعل في reaction تاني as non-metal and gain من الاكزامبي اللي عندنا نحن نعرفهم يا بنا البورون والسيليكون والجلمنيام والأرزينيك والأنتيمني والتليميام نحفظهم علشان سعب بتيجيبهم في الأسئلة طيب نجي بقى نوصل لل graduation of element metallic and non-metallic properties in periodic table طيب شايفين بكده شكل عام للم modern periodic table طيب شايفين فيها مناد هو بيقول لك ان اليون اليالو دوت كل متل و اللون ال green ده ال inner الن متل اللي هو اليون pink و اللون green شوية اللي هو هيبقى المتل ويد ملاحظين اي رانات لو احنا اخدنا period كده احنا اخدنا period هنقول start with strong metal ليه بيبقى بتبدأ على طول ب strong metal ان هو 10 للص بيبقى عنده على طول هنا one فبيبقى عاوز ان هو يفقدوا تمام accept mean accept first period accept الhydrogen تمام انما غير كده كل من اول period two يبقى عنده strong metal اوكي by increasing the number from left to right metallic property decrease till it reach to the metal loid يبقى زي يكون بالتدريج كده احنا نبدأ ب strong metal يبدأ يقل 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 لغا لما نوصل ل المتل اللي هو جزء دك وبعدين تمام يبقى نيجي نقول بعدين نبدأ نوصل تبدأ بقى النون metal تبدأ تظهر طيب مين بقى strongest non metal اللي هو 17 ده تمام يبقى نيجي نشوف هنا ثان ثان النون متallic proverbs appear and increase by increasing the number till reach to the strongest non metal in group 17 يبقى ثان يبقى في ال period الوحدة start with strong metal excellent and decrease till it reach to the metal and begin the appearance of non metal and end with the mean strongest non metal يبقى نحفظها كاشا نبقى نعلمها هنا strongest metal وهنا strongest non metal في النص يحصل تدرك تمام طيب يبقى هنا inferior by increase the number metallic proverbs decrease excellent non metallic increase طيب نيجي نشوف بقى في group اللي بيحصل هنجي نشوف احنا خدنا هنبدأ first group اللي احنا قلنا عليها فيها اصل strongest metal طيب هل بقى نزلة كده from up to down increase or decrease هنقول metallic proverbs increase gradually as go from up to down يبقى انا كده لما باقي اشوف هنا بنات طول بنا نزلة كده اللي بيحصل الاتomic metallic proverbs increase لأ لأن size بيزيد فلما size بيزيد الattraction بتقل خيبى لص اكتر تمام يبقى نشوف هنا لأ بيكوز atomic number increase by increase as atomic number increase atomic size of element increase so the ability to lose out most electron increase يعني مسلا مسلا عندنا lithium عندنا عبارة عن 3 عبارة عن 2 1 طيب عندنا مسلا حاجة زي البوتاسيوم ها تعالوا نعملها مع بعض ها 2 8 8 1 طيب يبقى attraction force between هنا nucleus nucleus 1 هنا مسافة كبيرة صحبة لا فيبقى هو ده حر الحركة ينفع ان هو يمشي بسهولة تمام انما هنا radius هنا صغير ففي attraction force في جذبية اكتر يعني هنا كده nucleus بتتحكم اكتر في الالكترون فبيبقى ليها قوة جذب فهنا الصعوبة ان هو يمشي بيبقى اكتر شوية انما هنا هنا مسافة كبيرة شوية فبالتالي يمشي حر الحركة ممكن يمشي بسرعة اكتر تمام يبقى يبقى from up to down طيب يبقى هنقول of the element of the group directly proportional to the number يبقى كلما النمبر بتزيد المتالك property بتزيد تمام يبقى مين هنا اكترهم مين اكترهم متالك roberts السيزيوم طب مين اعلهم الليثيوم تمام طيب عشان بتيك كتير خلي باركو يبقى الليثيوم the lost متالك element طيب في ال group طب وال السيزيوم the strongest متالك in group 1 اوكي طيب نجي نشوف هنا نوت خاص ان السيزيوم is considered as one of the strongest متالك هنقول because it has the largest atomic size كل ما السيز بيزيد كل ما التالك بتاعت بتقل فبينفع انه lost بسهولة so it can lost is valency electron easy اوكي طيب نوت والنوت دي مهمة برضو ناخد بنا منها non متالك element هنقول في ال group بقى لما يكون مثلا group 17 هنقول اللي بيحصل لبناك the metallic property decrease gradually as we go from top to bottom يعني لو انا شفت في مسلا group 17 وانا نزلة كده non metallic element decrease لاني هيبقى برضو ان انا كده كل ما بنزل كل ما الاتomic size بيزيد وكل ما الاتomic size بيزيد كل ما الجاس بيقل انه يكذب الكترون من برا خلاص يبقى في metallic property في group بتقل from up to down اوكي طيب نقول كده الاختصار اللي احنا اخذناها the forming figure show the graduation properties of the element نجد نشوف في الperiod وفي group ننجع كأنها ملخصة لكل الدرس في period increase atomic size طيب والmetallic properties decrease excellent والnon metallic increase طيب في group atomic size increase excellent والmetallic property increase والnon metallic هتبقى decrease خلاص يبقى بالليس الحمدلله كده خلصنا وعيفنا graduation atomic size and electronegativity and non metallic properties يارب يكون نرتفع ووصل بسهولة وشوف كل مرة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته